خلينا متفقين ان احنا بنتكلم عن حرب والحرب يعني طرفين او اطراف وما فيش طرف بيكون بينعم بالهدوء والسلام وطرف اخر بيعاني من ويلات الحرب دي كل الاطراف بتكون بتعاني كل واحد بقى على طبيعة المعاناة بتختلف الوضع بتاعه اذا كنا بنتكلم دايما ومعظم كلامنا عن ما يحدث في قطاع غزة من كوارث بشرية شنيعة لكن لازم نتكلم عن ما يحدث داخل اسرائيل نفسه ويبدو ان نيران الحرب اللي بتقتل اطفالنا في غزة هتكوي حكومة نيتانياهو بجمرها وبيشتعلها ده ده الحال اللي بتعيش الحكومة الاسرائيلية من يوم ما قرر بنيمين نيتانياهو اعلان الحرب على غزة في رده على عملية طفان الاقصى الناس متقيلة ان الداخل الاسرائيلي مصطف خلف حكومة نيتانياهو وبيدعمه في كل التحركات اللي بيقوم بيها لكن الحقيقة المطلقة انه هو لا الحزاب السياسية وعلى رأسها اللي كود عارزين يسحبوا الثقة من حكومة نيتانياهو الجيش على خلاف كبير مع الحكومة بسبب خطة الاجتياح البري اللي بدأت اسرائيل تقريبا زي ما كان معنا قبل الفاصل بتستطلع الوضع على الارض هيبقى عمل ازاي الاقتصاد بتاع اسرائيل بينهار لولا الدعم الامريكي المقدر ب11 مليال دولار ولسه هيزيد حتى الشارع الاسرائيلي كمان بيضغط على حكومة نيتانياهو لعودة الاسرى والرهائيل المحتجزين في غزة الغضب الشارع والغضب الشعبي ده ظهر في استطلاع رأي 80% من الاسرائيليين بيحملوا نيتانياهو ضربة السابع من اكتوبر أصلا يعني مش بيحملوه اللي بيحصل دلوقت الرهائيل هما بيحملوه أصلا الضربة اللي حصلت من حركة حماس كل ده كوم والكرسى بقى في غضب جنود جيش الاحتلال ده كومتاني بيهجم رئيس الحكومة بالألفاظ المشينة وده أعتقد أنه هيجعل اتخاذ قرارات الحرب تكاد تكون مستحيلة خاصة مع تهديدات من وزراء حكومة نيتانياهو بالاستقالة ومظاهرات بتزلزل الكنيسة الإسرائيلي بتطالب بتنحي بن يمين نيتانياهو إذن ماذا يحدث في إسرائيل ده اللي هننقشه مع ضفتي اللي منقراني في الاستوديو الكاتبة الصحفية دكتورة سارة شريف الباحثة في أشؤون الإسرائيل يا دكتورة سارة أهلا بك معنا في التاسعة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يعني مهم نعرف في الجانب الآخر الدنيا عنده عاملة إزاي مهتمين بالأخبار وبنشوف كل معظم أخبارنا بتتناول الأحداث المأساوية اللي في غزة لكن أكيد على الجانب الآخر فيه شغل تاني حكايات حكايات نبدأها بقى مع بعض ونقول الموقف داخل دولة إسرائيل دلوقتي شعبيا دعنا نبدأ بالشارع الشارع بيقول إيه الشارع الإسرائيلي كل همه مش فارق معه قوي أو هو بالنسبة له العمليات العسكرية هي طول ما هي ما حققتش الأهداف اللي هم عايزينها هو مؤيد للعملية العسكرية مش ضد العمليات العسكرية ولكن الشارع الإسرائيلي الهدف الرئيسي بتاعه هو عودة الرهائن عودة المحتجزين الضغط الشعبي على بين يمينة تانياه من الشارع غرضوا إزاي أنت هترجع المحتجزين هل هترجعهم بالعملية العسكرية هل العمليات العسكرية في لحظة معينة لازم تتوقف لبدء المفاوضات ولا أنت بتعمل عمليات العسكرية عشان في لحظة معينة تكون فيه هناك مثل عمليات تحرير رهائن فلو جينا كلمنا عن الشارع الإسرائيلي الشارع الإسرائيلي غضبان الشارع الإسرائيلي في حالة نقدر نقول في حالة توتر شديد جدا في تظاهرات حصلت خلال أيام الأخيرة كل هدفها المحتجزين الشارع الإسرائيلي الإسرائيلي عموما بالمناسبة حتى وده بيظهر في الاستطلاعات وفي الانتخابات هم بتشغلهم الأمور الداخلية أكتر كمان ما بتشغلهم الحروب يعني هو الشارع الإسرائيلي مش مهتمة قوي باللي بيحصل في غزة ولا مهتم بالتدعيات مش فرق معه اللي بيحصل لا هو بالنسبة له طول الوقت الاقتصاد أهم حاجة عنده الاقتصاد أهم حاجة عنده التعليم أهم حاجة عنده الصحة لكن في الوضع اللي احنا فيه ده أهم حاجة عنده الرهائن فده الملف الملف الناري خليني أقول لحكومة ناتنياهو ده يعني ده الملف الأول ولا هو الملف الوحيد ده الملف الوحيد حاليا لكن هو الاقتصاد يعني خلييني نقول الاقتصاد برضو عندهم بتركز على بعض الملفات لها أولوية وبعد كده بتأتي بعض الملفات بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الملف الأول بالنسبة لها الانتقام الانتقام رحلة الانتقام هم بدأوا رحلة الانتقام ردا على هجوم 7 أكتوبر عملية التفان الأقصى وخطف الرهائن وفكرة الهجوم نفسها فكرة هز الردع الاستراتيجي لإسرائيل هم حاليا ما تقوم بإسرائيل في غزة العملية العسكرية الشديدة الكبيرة التي ليس لها مسير من حرب لبنان التانية في 2006 هدفها الرئيسي هو الانتقام حتى ملف الأسرى ملف الأسرى مهم جدا من نسبة للحكومة الإسرائيلية وضغط على إسرائيل لكن هو في بداية تصريحاته خالص أنا هقضي على القطاع بصرف النظر عن الرهائن هو ما قالش بصرف النظر عن الرهان هو كان في خلاف جوا الحكومة الإسرائيلية بمعنى إيه؟ بمعنى أن فيه طيار الطيار اليمين المتشدد شايف أن أنت اضرب وصيب موضوع الرهائن ده مش عايزينه يبقى الحاجة اللي تخلينا مش عاجز مجينك آه يعني إحنا مش عايزينها تبقى دي نقطة الضعف اللي موجودة اللي تخلينا خايفيننا حارب هم كان عندهم قناعة أو هم عندهم معلومات استخباراتية خاليني أقول أن الرهائن مش موجودين في البيوت اللي بتضرب مش موجودين في الأهداف اللي بتضرب الرهائن موجودين تحت الأرض وهما متأكدين تمام التأكد أن الهجمات والضرب من الجو مش هيصيب الرهائن في أي لحظة من لحظات لأن حركة حماس لما اختطفت الرهائن أكيد وضعتهم في مكان آمن وفعلها وضعتهم تحت الأرض فهو بالنسبة له اضرب برحتك أهم حاجة أنك أنت تنتقم للي حصل في هجوم 7 أكتوبر أهم حاجة أنه يكون عندنا رد قوي لأنه عنده مشكلة أنه لو ما ردش بشكل قوي ده هيفتح الباب لأطراف أخرى في المنطقة في سوريا في لبنان أنها تتجرق على إسرائيل يعني هو الفكرة تمالية لو أنه يشتغل بإيه بأننا عايزة رد رد يخلي باقي الأطراف أو باقي أعدائي ما تتجرقش أنها تعمل حاجة زي كده تاني